اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر والنهاردة هنكمل نصايح للاطباء حديث التخرج وهتكلم في الفيديو ده عن نقط معينة كده تخلي بالك منها لو بتكتب تقرير طبي يعني واحد جاي لك من اسم الشرطة ومعاها عسكري او معاها جواب بيقول برجاء توقيع الكشف الطبي على فلان الفلاني وبيان ما به من اصابات خلي بالك وانت بتكتب التقرير الطبي ده زي ما هقولك لو انت واقف في الاستقبال او الطوارئ خصوصا لو كانت المستشفى صغيرة مش مستشفى كبيرة فانت معرض ان يجي لك حد ويقولك ان عايز تقرير طبي بالاصابات اللي عندي بيبقى جاي من اسم الشرطة عمل محضر هناك والاسم موجهه للمستشفى عشان يعمل تقرير طبي بالاصابات اللي موجودة فلازم يبقى معاه جواب من قسم الشرطة وانت في المستشفى بتاعتك اسأل عن الاجراء ده لازم يبقى فيه جواب من اسم الشرطة ولا لا اسأل المدير بتاعك لكن في معظم الاحيان لازم جواب من اسم الشرطة التقرير الطبي ده بيكون اصل وصورة اسم الشرطة بياخد الاصل والصورة بتفضل في المستشفى في الدفتر بتاعها اول حاجة تاخد بالك منها ان انت تتأكد من الشخص نفسه اللي انت بتعمله التقرير تشوف بطاقته وتشوف صورته في البطاقة وتتأكد ان هو هو نفس الشخص ونفس الاسم دي حاجة مهمة جدا غالبا التقرير بيبقى فيها خناقات ومشاكل ومحاضر وهكذا فلازم تتأكد ان الشخص اللي انت بتعمله التقرير هو اللي مسبت في الجواب اللي جايلك بتكتب بياناته بشكل واضح اسمه الرباعي السن العمر الجنسية النوع زكر ولا انسة العنوان بتاعته كل الحاجات دي من واقع بطاقة الرقم القومي من البطاقة وتكتب رقم بطاقته والتاريخ والساعة تحديدا الوقت اللي انت شفته فيه وهتعمله فيه التقرير دي حاجة مهمة جدا جدا تثبت الوقت بالزبط لو الشخص ده مش معاه بطاقة لاي سبب مثلا بطاقته في اسم الشرطة او بطاقته وقعت منه او اي سبب تاني فانت بتكتب في الخانة بتاع رقم البطاقة انه بدون بطاقة رقم قومي ان انت كتبت التقرير من غير ما تشوف البطاقة بتاعته وكده كده العيان هيبصم في اخر التقرير بس انت لازم تثبت الكلام ده او تكتب جنب اسمه او جنب بياناته بدون بطاقة رقم قومي ولو كان طفل فلسه ما عملش بطاقة رقم قومي تكتب بدون بطاقة رقم قومي كونه صغير السن وزي ما قلنا كده كده هيبصم في اخر الورقة التقرير بيتكتب بالعربي عشان النيابة طبعا مش هتعرف المصطلحات الطبية فلازم تبقى عارف معظم الاصابات بتكتب ازاي بالعربي والجروح واعضاء الجسم فانت اطلع شوية في النقطة دي بيكتبوا مثلا يعني جرح قطعي في منتصف الجبهة بطول 3 سنتي تم خياطته 4 غرز وتم وصف العلاج اللازم فاعرف الاعضاء واسامي الجروح بالعربي جرح قطعي جرح نافذ او طعني جرح متهتك خدوش سطحية كدمات سحجات وهكذا اعرف الاسامي بالعربي كمان لازم تكشف على العيان وتشوف الاصابات دي بنفسك وما تعتمدش على حد تاني يعني ما تثبتش حاجة الا اللي انت شفتها بعينك وطبعا لو سيدة هتعمل تقرير فلازم ممرضة تكون معاك طول وقت الكشف وخلي بالك انت بتثبت اصابات مش وقائع مالكش دعوة العيان انضرب كم قلم انضرب كم بونية انضرب كم بوكس انت مالكش دعوة بالكلام ده انت ليك العيان عليه اصابات ايه بالزبط على سبيل المثال لو شخص ضرب شخص تاني قلم على وشه والقلم ما سابش اثر وبعدين جالك عشان يعمل تقرير طبي فانت هتكتب لا توجد اصابات ظاهرة طالما ما فيش اي اثر على وشه مثلا مش معنى كده ان الجاني مش هيعاقب لا الجاني هيعاقب طالما فيه شهود وحاجة تثبت الواقع انت دورك تثبت الاصابات مش الواقع لو الاصابات اللي موجودة عند العيان حاجات بسيطة وسطحية فانت بتكتبها وبتخلصها بنفسك لكن لو انت شاكك مثلا كسر في عظمة معينة فانت بتكتب اشتباه كسر في المنطقة الفلانية او في العظمة الفلانية ويعرض على السيد الطبيب اخصاء العظام لو انت شاكك مثلا في نزيف داخلي اكتب اشتباه نزيف داخلي ويعرض على السيد اخصائي الجراحة العامة ويعمل الاشعات اللازمة لو سيدة حامل لازم لازم تعرضه على اخصائي النساء والولادة لو انت محتاج تعرض العيان على تخصص مش موجود عندك في المستشفى بتاعتك فانت هتحوله لأقرب مستشفى فيها التخصص ده تحوله بجواب رسمي وتكتب كده وتم تحويل المصاب الى مستشفى فلاني بجواب تحويل رقم كذا لعمل اشعة كذا او للعرض على السيد اخصائي كذا ويستكمل التقرير بوسطة المستشفى المحول اليه المريض ولو حولت الاخصائي عامدك في نفس المستشفى تكتب ويستكمل التقرير بوسطة الاخصائي المحول اليه المريض لو العيان جاي لك باشعة عاملها برا مش عاملها في المستشفى بتاعتك وانت مش متأكد منها فانت بتكتب انك بالكشف على المريض وجدت اصابات كذا وكذا وكذا وبالاطلاع على الاشعة الموجودة مع المريض والتي تم عملوها خارج المستشفى تبين كذا 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 عشان تقول انك ما عملتش الاشعة دي عندك في المستشفى وما تعرفش مصدرها تحديدا لكن اكتب تم عملوها خارج المستشفى ممكن كمان تكتب في المكان الفلان اي اصابة انت مش متأكد منها اكتب اشتباه اشتباه كسر فيه كذا اشتباه نزيف كذا اشتباه كذا طالما مش حاجة واضحة قدامك بعينك الخانة اللي بعد كده اللي هي السبب الاصابة وهنا تخلي بالك لازم تكتب كلمة ادعاء يعني لو ناس ضربوا شخص معين فما تكتبش اعتداء من اخرين لازم تكتب ادعاء اعتداء من اخرين لانك ما شفتش بنفسك الاخرين دول وهم بيدربوه مثلا واحد جاي في حدثة سيارة فاكتب ادعاء حادث سيارة لانك ما شفتش الحادثة بعينيك كل دي ادعاءات قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة فلازم في سبب الاصابة اكتب ادعاء الخانة اللي بعد كده اللي هي مدة العلاج ودي يقصد بيها هل هي اقل من 21 يوم او اكثر من 21 يوم فانت بما انك حديث التخرج مش اخصائي يعني مش هتكتب مثلا كسر في حاجة معينة عضو معين نزيف داخلي فغالبا انت في الخانة الاولى اللي هي اقل من 21 يوم تكتب كده اقل من 21 يوم ما لم تحدث مضاعفات لان لو حاجة بسيطة خالص لو واحد جرح صغير في سبعه ممكن تحصل مضاعفات للأسف ويعمل خراج ومش عارف ممكن توصل للبتر بعد كده فانت لازم تكتب مالا تحدث مضاعفات اما لو كان العيان عنده حاجة كبيرة علاجها اكتر من 21 يوم فغالبا ده اللي هيعمله الاخصاء اللي انت حولته عليه او المستشفى اللي انت حولته عليه زي ما قلتلك لانك انت مش هتشخص ولا هتكتب مثلا الكسر في عضم الكده ده بتاع العظام اللي هيكتبه مش هتكتب مثلا نزيف وتهدتك في الطحال والكلام ده بتاع الجراحة اللي هيكتبه انا بتكلم عن الحاجات البسيطة اللي انت هتكتبها في وسطة المستشفى المحول اليه المريض وكذلك لو حولته الاخصائي تاتي وطبعا لازم تقفل التقرير تعمل خطوط كده عالكلام اللي انت كتبته بحيث ما حدش يزود كلام تاني عالكلام اللي انت قلته ما تسيبش يمساحة فاضية لحد يزود كلمة او حاجة لازم تقفل التقرير كويس جدا وطبعا ممنوع الشطب في التقرير فانت لو جيت في وسط التقرير وتلغبطت في كلامه عايز تمساحه مثلا فما ينفعش لكوريكتور ولا شطب تيجي على الورقة بحالها وتعمل عليها خط طولي وتكتب لاغي وما تقطعش الورقة لان الورقة ده متسلسل لارقام تسلسلية ما ينفعش نقطع منها ورقة بنسيبها في الدفتر عادي لكن بنكتب عليها لاغي ونعمل ورقة جديدة وتقرير جديد بعد كده المريض بيمضي لو بيعرف يمضي وبيبسم في مكان البصمة بصابع الابهام وبعد كده انت بتمضي وبعد كده مدير المستشفى بيعتمد ويختم اسم الشرطة بياخد الاصل والصورة بتفضل في الدفتر بتاع المستشفى بس كده خلاص هو الموضوع هنا مكانش طب شوية يعني يعتبر الى حد ما حاجات تاخد بالك منها لكن مهمة برضو ممكن توقعك في مشاكل كتير في النيابة وحاجات زي كده فخلي بالك منها ان شاء الله في الحلقات الجاية هنتكلم على نقطة طبية بقى للاطباء حديث التخرج وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم